سمع الشيخ راتب النابلسي من صديق له عن حديثة غريبة حيث أخبره أن رجلا كان وصيا على أموال أولاد أخيه الأيتام وبقي لهم معه عشرون ألفا ثمن بيت في ذلك الزمن فرفض أن يعطيهم المبلغ فشكوه إلى أحد العلماء فاستدعاه العالم واستدعى أولاد أخيه ولكن العم أصر على عدم الدفع فقال هذا العالم للأبناء الأيتام هذا عمكم فإياكم أن تشكوه للقضاء هذه الشكوى لا تليق بكم ولكن اشكوه إلى الله رب الأرض والسماء وقد تمت هذه الواقعة الساعة السادسة مساء حزن الشيخ راتب على الأبناء اليتامة ثم ذهب إلى داره حزينا وفي صباح اليوم التالي وأثناء سير الشيخ راتب النابلسي بالطريق جاء رجل واستوقفه وقال له لقد تشاجر اثنان في حينا منذ ساعة وكان مع أحدهما سلاح فأطلق رصاصة ولكنها أخطأت خصمه وأصابت رجلا كان يسمع أصوات الشجار فمد رأسه من دكانه وجاءت الرصاصة في عنقه قريبا من عموده الفقري فشل فورا يا شيخنا أنت تحدثنا عن عدالة الله عز وجل فماذا صنع هذا الرجل المصاب إنه تاجر فتح دكانه ليبيع الأقمشة ويسعى على عياله فأصابته رصاصة طائشة في عنقه فشل الرجل ولا ذنبله فأين عدالة الله قال الشيخ النابولسي والله أنا أعرف أن الله عادل ولكنك أطلعتني على فصل من فصول حياة هذا الإنسان ولعل له فصولا لا تعرفها أنت ولا أنا وأثناء حديث الرجل مع الشيخ راتب جاء صديق الشيخ الذي حدثه بالأمس عن العم الظالم وأبناء أخيه وقال له منذ قليل مد العم الذي حدثتك عنه بالأمس رأسه من دكانه ليتابع شجارا بين متخاصمين فأصابته رصاصة وأصيب الرجل بالشلل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون كذا الشيخ الراتب النابولسي أن يبكي وقال للرجل الذي سأله عن عدالة الله يا أخي لا يوجد في الدنيا شيء اسمه رصاصة طائشة أو أمر طائش وإنما كل بحكمة من الله بالغة فسبحانه من رب حكيم عادل لا يظلم عنده أحد مثقال ذرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فإذا غفلنا عن عدالة الأرض فلا نغفل عن عدالة رب السماء والأرض فهو القائل سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال